اشتركوا في القناة الشبكة على المستهلكين وشرطة فيينا تعين 239 شرطيا جديدا وسط تحديات الاستقالة والتقاعد توقعات بفرض رسوم اضافية على حشوات الاسنان وسط غياب البدائل اصعد الله اوقاتكم الى حضراتكم نشرتنا وفيها عقد حزبات شعبي والاشتراكين نمساويا جولة محادثات استكشافية اخيرة اتفقا فيها على بدء مفاوضات مع حزب نيوس بهدف تشكيل ائتلاف حكومي ثلاثي حيث اعلن المستشار كارني هامر عن هذا التوجه الثلاثاء ورغم عدم تأكيده رسميا كون نيوس الشركة الثالث لان ذلك يبدو خيارا مرجحا ويسعى الاشتراكي من جانبه للحفاظ على خيار التحالف مع حزب الخضر مفتوحا حيث يحتاج الحزبان التقليديان الى شريك ثالث لضمان الاغلبية بينما تتطلع زعيمة نيوس بيات مينا الرايسنجر الى اجندة اصلاحية واضحة تشمل حقوق الاطفال والتعليم وتكافؤ الفرص الاقتصادية كشرط للدخول في التحالف عبر البنك المركزي النمساوي عن قلقه من تزايد المخاطر في قطاع القارات التجارية وفرضي متطلبات اضافية على البنوك لتخصيص احتياطي رأس المال بدءا من منتصف العام المقبل ووفقا لبيانات البنك بلغت نسبة القروض المتعثرة في هذا القطاع 5.5% حتى منتصف 2024 ما يعكس تضاعفا منذ انخفاضها في 2020 مع تزايد واضح منذ 2022 وفي المقابل تبلغ نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي العام اقل من 3% وفي العقارات السكنية تقل عن 2% وقد استقرت المخاطر السكنية بفضل تشريعات القروض المشددة في ظل تراجع الطلب العام على القروض نتيجة الركود الاقتصادي أعلنت سلسلة متاجر الأثاث النمساوية كيكا لاينار إفلاسها مجددا بعد إفلاسها السابق في يونيو 2023 تحت ملكية جديدة وأوضحت الشركة أن فشل إعادة الهيكلة جاء نتيجة إجراءات الإفلاس الخاصة بالشركة وإفلاس مجموعة سيغنا واستمرار الركود الاقتصادي وارتفاع التكاليف منذ الاستحواذ وأفادت بأن مدير الإفلاس سيتولى الآن إدارة القرارات حول مستقبل الشركة هذا وقد خفضت كيكا لاينار عدد موظفيها من 1900 إلى 1400 خلال العام في محاولة للاستمرار لكنها بقيت تعاني خسائر خلال السنة المالية الحالية رغم التغييرات العديدة في الملكية وتقلص عدد فروعها وموظفيها خلال العقد الأخير شهدت النمسا أيضا انخفاضا في استهلاك الغاز ما أدى إلى زيادة تكاليف الغاز للمستهلكين الباقين حيث توزع تكاليف الشبكة على عدد أقل من المستهلكين ووفقا لشركة الطاقة سيرتفع العبء المالي بمقدار 60 يورو سنويا لكل متعامل وأكدت وزيرة المناخ ليونور جيفسلر على أن تقلص شبكة الغاز سيخفض التكاليف مشيرة إلى أن هيئة إي كونترول ستتولى التنظيم مع ضرورة تعديل قانون الغاز لضمان عدم تحميل التكاليف على قلة من المستهلكين وفي إطار التحول للطاقة النظيفة غير ما يقارب 72 ألفا من أصحاب المنازل أنظمة التدفئة مستفيدين من دعم حكومي لتحفيز الانتقال التدريجي بعيدا عن الغاز وأدت شرطة فيينا اليمين ل239 طالب شرطة جديد و86 ضابطا أنهوا تدريبهم بنجاح أمام قصر شومبرون حيث تمثل هذه التعيينات إضافة مهمة لدعم الشرطة في ظل تزايد عدد السكان في فيينا وارتفاع الضغط على الخدمات الأمنية ورغم استقبال 3500 طالب توظيف هذا العام واجتياز 800 منهم للاختبارات إلا أن تحقيق هدف توظيف ألف شرطي جديد قد يستغرق وقتا أطول بسبب موجة الاستقالات والتقاعد وأكد وزير الداخلية جيرهارد كارنر أن الشرطة تجذب المتقدمين بتحسين الأجور وتقديم مزايا مثل تذاكر التنقل ورخص القيادة وقد تم تسجيل ما يقارب 540 استقالة العام الماضي وإلى مواضيع الطب حيث أصبح التكاليف حشوات الأسنان مهددة بالتحول إلى خدمة خاصة مدفوعة بدءا من الأول من يناير بعد حضر حشوات الأملجوم التي تحتوي على الزئبق لمخاطرها المحتملة ولم تصل نقابة أطباء الأسنان وصندوق التأمين الصحي النمسوي إلى اتفاق بشأن تغطية بدائل الأملجوم مما يثير مخاوف من زيادة التكاليف على المرضى وفي حال عدم الاتفاق على مستوى فيدرالي فقد تجرى مفاوضات محلية وفقا لبيتر كابيليرا المتحدث باسم النقابة في فولاربيرك من جانبها أبدى رئيس اللجنة لجنة الولاية للتأمين الصحي مانفريد برونار مخايفه من تعقيد هذه المفاوضات كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ومشاهدين أذكركم بضروة تحميل تطبيق إنفوغرات تعال هواتي فيكم كنت معكم أنا أدهم اللي جي أطيب الأوقات وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر